بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أعزائي طلاب الصف التاسع في حصة المراجعة وفي هذه الحصة سنتناول مراجعة درس التفسير الذي هو بعنوان التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى الآيات من سورة الآراف من الآية السادسة والعشرون وحتى الآية الثلاثون في هذا الدرس إن شاء الله سنتمكن مع بعضنا البعض من تحقيق الأهداف التالية أولا أن يتعرف الطالب على معاني المفردات والتراكيب الواردة في الآيات الكريمة ثانيا أن يبين الطالب سبب نزول الآيات الكريمة ثالثا أن يوضح الطالب الحكمة من النهي عن الإسراف الهدف الرابع أن يذكر الطالب بما رد الله سبحانه وتعالى على من حرم الطيبات التي أحلها الله الهدف الخامس أن يعدد طالب المحرمات التي وردت في الآيات الكريمة الهدف السادس أن يذكر الطالب الحكمة من أن الله تعالى جعل لكل أمة أجل نبدأ بالهدف الأول وهو معاني المفردات والتراكيب عزيز الطالب صل بين الكلمة ومعناها تظهر الآن أمامك على الشاشة هذه الكلمات التي وردت في الآيات وهذه المعاني المتعلقة بهذه الكلمات أوقف الفيديو وحاول أن تصل كل كلمة بمعنىها الصحيح فالكلمة الأولى قول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم فما معنى قول الله تعالى خذوا زينتكم أي إلبسوا ثيابكم واستروا عوراتكم الإثم والإثمة أي المعصية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فما معنى قول الله تعالى عند كل مسجد أي عند كل صلاة ولا تسرفوا أي لا تتجاوزوا الحد المعتاد في الإنفاق حتى وإن كان بالحلال وما بطن بطن أي ما استتر من المعاصي حرمه الله سبحانه وتعالى والإثم والبغي فما معنى كلمة البغي أي التعدي على حقوق الناس لكل أمة أجل فما معنى أجل أي وقت محدد معلوم الهدف الثاني أن يبين الطالب سبب نزول الآيات الكريمة قول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ما سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد سبب نزول هذه الآية كما ذكرنا في الدرس أن بعض العرب من غير قريش كانوا يطوفون بالبيت عراتاً بزعم أنه لا يصح طوافهم بثياب عصو الله سبحانه وتعالى فيها وكانوا يقولون زوراً وبهتاناً وكذباً أن الله تعالى أمرهم بذلك كان الرجال يطوفون بالنهار والنساء بالليل وكان ذلك مستمراً حتى بعد بعتة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نزلت هذه الآية فأمرهم الله سبحانه وتعالى بلبس الثياب وستر العورات فقال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وما سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا سبب نزول هذه الآية أنه كان أهل الجاهلية في أيام الحج لا يأكلون أيام حجهم دسماً ولا لحماً ولا يشربون لبناً لا يفعلون هذا الفعل تعظيماً لحجهم لا يأكلون إلا ما يبقهم على قيد الحياة وذلك تعظيماً لحجهم فقال المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بذلك يا رسول الله فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا الهدف الثالث أن يوضح الطالب الحكمة من النهي عن الإسراف ونحن في هذا الهدف سنتناول المحور الأول وهو الاعتدال والتوسط فيما أحل الله تعالى الآية والآية الواحدة والثلاثون قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ما المقصود بالزينة في الآية الكريمة عندما قال الله سبحانه وتعالى خذوا زينتكم المقصود بالزينة هنا ارتداء الثياب التي كان بعض العرب يحرمونها على أنفسهم أثناء الطواف إذن يقصد بالزينة ارتداء الثياب التي كان بعض العرب يحرمونها السؤال الثاني ما حكم أخذ الزينة عند الذهاب إلى الصلاة؟ أوجب الله سبحانه وتعالى أوجب الله تعالى ستر العورات وأخذ الزينة ولبس أجمل الثياب عند الذهاب للصلاة لماذا؟ لأنك ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى متى تكون الأطعمة والأشربة حراما؟ قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا إذن الأصل في الأطعمة والأشربة أنها مباحة ما لم تتخذ من حرام وما لم تكن على وجه الإسراف ما لم تتخذ من حرام كأن يأكل الإنسان أو المؤمن أكلا حراما كأكل لحم الخنزير أو شرب الخمر وما لم تكن على وجه الإسراف أي حتى لو كانت أطعمة وأشربة مباحة فلا يحل لك أن تسرف فيها أي أن تتجاوز الحد المعتاد في الطعام والشراب ما الأثار السلبية للإسراف؟ أو لماذا نهى الله سبحانه وتعالى عن الإسراف؟ أو ما الحكمة من النهي عن الإسراف؟ أولا أن الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين قال عز وجل إنه لا يحب المسرفين ثانيا الإسراف فيه تعالي على الناس وفيه تكبر على الناس والله عز وجل لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ثالثا الإسراف فيه تبديد للموارد الهدف الرابع أن يذكر الطالب بما رد الله سبحانه وتعالى على من حرم الطيبات وهنا سندخل في المحور الثاني في الآية رقم 32 إنكار تحريم ما أحل الله تعالى من الطيبات وقال الله عز وجل في هذه الآية قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون السؤال بما رد الله تعالى على الكفار الذين عيروا المسلمين بأنهم استحلوا الحرمات عندما التزم المسلمون بستر عوراتهم ولم يحرموا على أنفسهم اللحمة والسمنة واللبن عيرهم الكفار بذلك وزعموا أن المسلمين تجرؤوا على حرمات الله فنزلت الآية الكريمة تبين أن الزينة من اللباس وطيبات الطعام والشراب هي مما أباحه الله تعالى للمؤمنين بل هي حق لهم هي حق للمؤمنين في الحياة الدنيا يشاركهم فيها غيرهم ولكنها يوم القيامة ستكون خاصة خالصة للمؤمنين إذن نلخص رد الله تعالى على المشركين ونقول بيّن الله تعالى أن الزينة من اللباس وطيبات الطعام والشراب هي مما أباحه الله تعالى للمؤمنين الهدف الخامس أن يعدد الطالب المحرمات الواردة في الآيات الكريمة وهنا سندخل في المحور الثالث وهو في الآية رقم 33 وقول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون السؤال استنتج من الآية الكريمة المحرمات التي حرمها الله تعالى أولا حرم الله عز وجل الفواحش الظاهرة والباطنة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ثانيا حرم الله عز وجل التطاول على الناس وظلمهم قال والإثم والبغي بغير الحق ثالثا حرم الله عز وجل الشرك بالله سبحانه وتعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا رابعا التقول على الله سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إذن هذه أربعة محرمات واردت في الآية الكريمة الهدف السادس أن يذكر الطالب الحكمة من أن لكل أمة أجل وهذا هو المحور الرابع في الآية الرابعة والثلاثون قول الله تعالى وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ السؤال لماذا وضع الله تعالى للأفراد والأمم آجالا معلومة عنده سيحاسبون بعدها على أفعالهم حتى يبادر الناس إلى العمل الصالح وفعل الخيرات وترك المنكرات في نهاية الدرس أعزائي الطلاب نطرح عليكم هذا السؤال عدد بعض الأمور التي ترشد إليها الآيات الكريمة أولاً التحليل والتحريم مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى وحده ولا يعود ذلك إلى الآباء والأجداد أو العادات والتقاليد إنما الذي يشرع ويحرم ويحلل هو الله سبحانه وتعالى ثانياً وجوب أخذ الزينة عند كل صلاة ثالثاً الاعتدال والتوسط في المباحات رابعاً الزينة والطيبات من الرزق للمؤمنين في الدنيا يشتركون فيها مع غيرهم في الدنيا وخالصة لهم يوم القيامة في الختام أشكركم أعزائي الطلاب على حسن إصغائكم واستماعكم أدعو الله عز وجل لكم بالتوفيق والهدى والرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة